اشتركوا في القناة الموسم القادم بيحول لها وبمعنى يعني اخر التلميحات اللي هي متوفرة ضيف الى ذلك ما صرحت به الشركة اخر شي اللي هو يخص النسخة التجريبية للموسم الحادي عشر من الاخر يا شاب انه الموسم احداشر ما فيش نسخة تجريبية بمعنى انه موسمين على التواليم ما حصلنا نسخة تجريبية اوكي لتخص الموسم القادم ضيف الى ذلك انه حسب كلام الشركة وزي ما ذكرت بالضبط وكان رضها احد الاشخاص وكان انه يحاولون يخلون كل شي سري للغاية فيما يخص الموسم القادم بحول الله ادف الى ذلك انه الشي اللي ذكروا انه فقط رح تكون تلميحات يعني رح تكون بداية التلميحات للموسم القادم بحول الله في اواخر هذا الشهر يعني او باول يوم من الشهر القادم اللي رح يكون شهر اكتوبر اوكي واكيد انه الشي اللي خلاني اتحمس بصراحة شباب انه ذكروا انه رح تكون مفاجآت مفاجآت واكيد انه حسب كلامهم انه هذه المفاجآت رح تنال اعجاب الكل يعني كل اللاعبين فمش عارف بالضبط يعني المفاجآت اللي رح تكون لكن بصراحة هذا الموسم رح يصير صعب شوي انك تاخد تسريبات رسمية زي ما كان معنا في الموسم السابقة فوالله صعب صعب كتير لكن رح ننتظر ونشوف بإذن الله يا شباب رح حاول افيدكم بكل شي يعني كل مضبوط ورسمي اه ضيف الى ذلك يا شباب الشي الاكيد حاليا هو انه بحولي له في الموسم القادم اه رح تصير انك تضبط سلاحك من تركيبات بالالوان اللي انت تريدها مثلا على سبيل المثال رح اعطيك اه مثلا اذا عندك اسكينات او اسلحة او تركيبات باللون الدهبي او البلاتينيوم اللون الفيدي فاكيد انك اه بنسبة كبيرة انك رح يمكن تمزجها اوكي يعني بعض الالوان تركيباتها ممكن انك تمزجها في بعض الاسلحة اوكي اكيد ليس كون انت محصل الالوان فيها طبعا يعني مش تكون اه ما عندك الوانها وتريد تسوي لها اه الوان كيفك فلا مستحيل هذا يعني الشي اللي هو الحالين اللي هو مذكور اوكي ضيف الى ذلك والله طور الزوم بصدقان عندي كلام كثير عليه يا شباب يعني اي رمغم اني اه نشرت لكم اخر فيديو عنه لكن باذن الله في مستجدات رح نتكلم عنها باذن الله في قادم الايام اوكي في قادم الحلقات يعني ما رح اتكلم عنها اليوم لكن في اشياء جديد رح رح تتوفر معنا اه ضيف الى ذلك يا شباب فيما يخص اه اه الذكرى السنوية زي ما ذكرت الشركة بالضبط انه رح تكون مفاجآت تنادي اعجاب اللعبين تقريبا كلهم فمش عارف هل رح تكون سكينات او اغراض مجانية وتقريبا كل موسم نحصل اغراض وسكينات مجانية لكن للامانة اه الفكرة مش واضحة يا شباب صدقا حتى فيما يخص المحتوى الاضافات الجديدة اللي رح تكون بصراحة الشركة واضحة من نفسها حسب كلامها وحسب يعني ردودها فمش عارف والله بصدق يعني صرت اه متحفض شوية شباب فنتمنى يعني نتمنى حسب كلامهم انه كل الاشياء اللي رح تنضاف رح تنال اعجاب اللعبين ضيف الى ذلك انا اتمنى انه يتم التعديل حتى على اه الوان واشكال او يعني رسوميات اللعبة فاتمنى مثلا لو ناخد اه ماب اه كراش زي ما تشوفونا حبريكم الصورة فاتمنى لو انه الالوان او يتم التعديل على الاشكال اللي تخص الماب او الخرائط الاخرى فمش عارف لانت عدروا نشوفو رغم انه هي ما فيش عيب اه عن اشكال او رسوميات اللعبة وغرافيك اللعبة حاليا لكن نتمنى اكيد انه في بعض النقائس مش كتير ولكن احسن يعني احسن مما كانت في السابق للامانة شباب اوكي وضيف الى ذلك والله اتمنى هو شي واحد انا اتمنى انه زي ما سوت شركة او لعبة فورتنايت في احد موسمها ان لم تخني الذاكرة اه سوتها في الموسم 11 عفوا الموسم السادس او الموسم السابع انها اهدت باطل باس مجاني لجميع اللعبين اوكي حتى العملات اللي تكسبها يمكن تشحن بها باقي الموسم الناس اللي كانت تلعب فورتنايت ولعبت ذاك الموسم فتعرف الكلام اللي انا اذكره الحين اوكي فلانه هذا الموسم ممكن راح يكون معنا طويل شوي الى اليومين هذا يعني راح يضل معنا 25 او 26 يوم على نهاية البطل باس او الموسم بشكل عام يعني الموسم السادس بشكل عام فوالله مش عارف يا شباب مش عارف والله لا نتظر ونشوف بايدني لانه بصراحة متحمس كتير كتير للموسم القادم لماذا لانه جا متوازي معه الدكرة السنوية فممكن احتمال جدا كبير انه راح توفر اغراض مجانية كتير او المحتوي الجديد الى الحين والله مش عارف انا زي ما خبرتكم حسب توقعاتي ممكن انه يكون اه ماب الكاتراز ومش عارف يعني ننتظر ونشوف بايدني الله اوكي ضيف الى ذلك انه في تسريب يخص اه طور الزومبي يا شباب اه وقاموا باضافته يعني الناس يعني هو فوتوشوب مش تسريب رسمي اوكي لانه بعد التحقيق اه اتضح انه مش تسريب رسمي لطور الزومبي وكان مذكور على النسخة الكورية الله اعلم فالي يومنا هذا يعني مفيش تأكيد رسمي على عودة طور الزومبي لكن في بعض التلميحات لي ما نزلت للامانة ما نزلت في اه لعبة قود موبايل او على احد مواقعها الرسمية وانما هناك بعض الاشياء اللي ممكن انها تكون اذا توفرت في نسخة الحرب الباردة اللي نزلت معنا بنسخة الفا في هذه الايام مش عارف يعني ننتظر حتى نتأكد يا شابب ونشوف هل ممكن انه يرجع او لا هذا الشي يعني اللي اضيف الى ذلك الماب الليلي يا شباب اكيد انه رح تكون معه اغراض وسكينات قادمة باذن الله رح اشارك معكم المقطع اللي يخصها بحول الله اوكي رح اتحفض شوي ما رح اتذكر اي كلام الحين اوكي رح خلي في المقطع اللي يخصها ايضا عندي سؤال لكم شباب هو هل في شخص لا يفضل سكينة الكرامبيت اللي تكون بشكل دائري اوكي رح اوريكم الصورة الحين هذا الصورة هي اقتراح ايضا الى الشركة انها تسوي هذا السكينة في متجر الرسيد او متجر لخص العملات السوداء اوكي يعني تاخدها بدون ما تشحن سي بي والله بصراحة يعني شي زين لو يسوونها ضيف الى ذلك رغم انه المتجر للحين ما في لا فأس ولا اي شي فنتمنى لانه في ناس حتى مضربوا بيزولوا ما فيش فنتمنى انهم يضيفون هذا الاشيء ايضا في الموسم القادم حتى يحاولون الموازات او المساوات بين اللاعبين سواء اللي يشحنون او اللي ما يشحنون ياخي حتى اذا ما يشحن المهم انك توفر له اسلحة او اغراض تكون مجانية وتكون حتى بدون سكين فعادي المهم انه يحصل هاد الاغراض فمتلا حتى الفأس اللي ما لعب طور الزومبي للحين ما يكسب الفأس اوكي حتى مضرب البيزول منذ نزل معنا من سابق المواسم الى يومنا هذا في ناس كتير تلعب الى غاية الموسم العاشر ياخي وما فيش وما عندوش المضرب او الفأس او سكينة الكرامبيت اوكي فا يعني نتمنى انه تصير مساوات او بين اللاعبين سواء اللي يشحن او اللي ما يشحن زي ما خبرتكم المهم انه يكون حتى بدون سكين عادي المهم يحصل ذاك الغرض اوكي لانه زي ما كان في السابق اذا تذكرون لما تم طلح اللعبة في ناس حتى لما نزل سلاح الاتش بي ار تري في ناس ما حصلتوا وكان في افضلية لسلاح ايضا الريزور باك سلاح الاي سي الوان كان الناس اللي تشحن تاخذ هذه الاسلحة وتستمتع بها وانت تضلك موسمين ثلاثة حتى تحصل هذه الاسلحة وتنزل بشكل مجاني فالشركة يعني عادي هو كان اه اللعبة في ايامها الاولى لكن هذا مش عذر اوكي حتى نكون واضحين يا شب يعني نعطي ايضا اللعبة حقها ان كان لديها حق ونعتب اذا كان عليها عتاب اوكي فلك ما لك وعليك ما عليك هذا من وجهة نظري وحسب انا ما احل دوما وما افسر دوما حتى نكون منصفين مع الجميع ضف الى ذلك انه في بعض الاضافات اللي انا اتمنىها رسمية لانها تكون حتى اذا ما كانت في الموسم القادم الموسم الحادي عشر وهنا مراح اتكلم لك عن نسخة وارزون اللي تكلمنا عنها وخلاص يعني احطينا النقطة وارجعنا الى السطر يعني لتخص نسخة وارزون موبايل الحين انا الشي اللي اتكلم اتمنى انه فعليا يتوفر في نسخة قود موبايل هو الفينشات اول شي بصراحة شي رهيب جدا رغم انه اللعبة فعليا اخدت الفيدباك واخدت حتى الاقتراحات من اللاعبين اللي سووا حركات وربطوا مقاطع الفيديو وسوها يعني من حتى على نسخة الجوال حتى الشركة تنتبه وتحاول تسويين هذا الحركة ويعني مش شي صعب حركة وتنقلها اوكي ضيف الى ذلك يا شباب الناس اللي ما تعرف ايضا الفينشات في اللي راح تكون مدفوعة وفي اللي راح تكون مجانية يعني باذن الله اذا توفرت ونتمنى ذلك وهذا يعني حتى تكون لكم فكرة اكيد انه في بعض الفينشات اللي تكون مدفوعة فاكيد انها راح تكون اه افضل من اللي راح تكون مجانية اوكي يعني زي هزي الرقصات اللي كانت ايضا معنا مجانية واللي تتوفر مدفوع او مشحونة اوكي ضيف الى ذلك اتمنى انه بعض الحركات تنضف ايضا في طور البترويل وهي بعد نهاية الجيم يعني زي ما هي موجودة في نسخة وارزون وتأتي المروح هي وتأخذك من الجيم فهذا الشيء أسطوري يا شباب أفضل الأشياء اللي أنا أتمنها أنها تتوفر في الموسم القادم لأن الشركة تذكر أنه متحمسة كتير أنها تشارك كل الأشياء اللي راح تتوفر لكن متحفظة حتى يوصل الوقت المناسب وتبدأ في نشر الإعلانات التشويقية أو التلميحات لتشوقنا وتخلينا ننتظر بشغف كبير الموسم القادم بحول الله أنتم معطوني رأيكم يعني الإضافات لأنتم تتمنونها تتوفر سواء في الطور الجماعي أو في طور البطرويل حتى نشوف أيضا الأشياء اللي ممكن ناس كتير تطلبها أنا مش عارف أنا خليت لكم الأشياء اللي أريدها في الميتي بلاير هي الفينشات بصراحة أكتر شيء أتمنى أنتم معطوني رأيكم فيما يخص طور البطرويل والطور الجماعي ما هي الأغرار اللي أنتم تتمنونها إلى هنا شباب دونتم فرعة لها وحفظي أتمنى أن الفيديو قد أفادكم إن استفدتم من أي مقطع كالعادة لا تبخلوا عليه بمشاركته دونتم فرعة لها وحفظي أتمنى أني وفقت في الشرح والطرح يا شباب ولا تبخلوا عليه بلايكاتكم زي العادة ومشاركة المقطع إن استفدت بأية معلومة فيلا تذكر الليك مجاني وتقديرا لتعبي بالنسبة للناس اللي كانت تسأل أني ما ألعب طور الجماعي كثير يا أخي أنا موصل الميتي بلاير ليجندري قبل طور البطرويل في هذا الموسم فبإذن الله إذا تريدون مقاطع عن الميتي بلاير أو شروحات أخرى أتركها في التعليقات وسوف يتم الأمر بإذن الله إلى هنا ما بقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فيلا دمتم فرعة لها وحفظه مع السلامة شباب تذكر الليك مجاني وتقديرا لتعبي وأشكلكم جزيلة شكر دوما وآبدا لدعمكم الرهيب والمتواصل مع السلامة شباب اشتركوا في القناة